النهاردة عادي الحب بقى يا طرى بقى أحمد هيجيب لي ايه وهو جاي أكيد أكيد في المفاجأة كبيرة أكيد أكيد هيكلمني اهو عشان يقول لي بقى على عادي الحب والمفاجأة هايو هايوها يا أحمد عامل ايه حبيبي كل سنة وانت طيب وانت طيب يا قلب القلب خليكي صحي وقعت نامي لا نام ايه انا مستنيك بفرغ الصبر ماشا حبيبتي انطلع على السلم اهو غمضي عينك وانديني ظهرك ما تبصوش على الباب عامل لي مفاجأة اه اقدم مفاجأة انما ايه حاجة جمدة قوي ده تطيب يلا اطلع يلا بسرعة خليكي اعطاني ظهرك كده او عبص على المفاجأة احاضر احاضر قديني مدورة واشا هوب ابص بقى اصلا هموت واشوف الدجايب ايه يلا يلا تدوري بقى واشوف الهدية بتاعتك ايه ده انت جايب بيد اه يا حبيبتي الده دي يتعيد الحب بقى اللي بحق وحقيقي مون مون فين الشوكولاتة والورد والمكسرات والحلويات فين فين الحاجات دي البدء افيد يا حبيبتي كل بروتينات وحاجات حلوة كده وجميل تتغذيك الشوكولاتة والحاجات دي مضرة بالصح بس انا كنت عايزة شوكولاتات وحاجات من دي وكنت مفكراتها تجيب لحاجات من دي ببدء ايه وده ديت الفلانتين اه هو فيه احسن من كده يلا يلا اسلوق وقلي بقى وزبطت الدنيا كده وعملنا شوية عاجة كده عشان ناكله المبسط وانا ودت العيال عند حماتي وقعد استناك ومفكرات جايب لي بقى الورد والشموع انا جايب لك بيضها وحبيبتي انت بتستقلب كرتونة البدء دلوقتي انت عارفها دي عاملة كام لا متشكرة يا اخويا مش عايزة اعرف خليها لك بقى مما انت عاكنيش على الليلة بقى يلا اسلوق وقلي بقى ومبسطي الله انا سعيبك وراحة المام اخليك يا اخويا بالبيض بتاعك ده البدء اه الولا اللي جايب لها كرتونة بيضهم فكرناها تعمل احتفال الله اخسارة فيكي روح عن دمك ياختب راحتك ما ادخل الناس لقى لبطن وكلهم وخلاص سلامهم قولا من ربا رحيم خير يا بنتي اهل اللي جابت كل يومين لقىك جاي رولي نفسك كده وجايبالي شانطتك ياختب وجاي خير خير المرة ده عملت اقليم السبع ياختب جوزك ده هو يا ماما اللي معندوش راحت الدم وسبتولي البدء ومشي ليه يا اختي شتمك باهلك ولا حاجة لا يا مام هو يسجر اما المسكك من شعرك يا بيت وضربك وانا كنت اسكتله وكان عمل كده كان زماني كسرتله ايده اما العمل فيك ايه ما مجابلكش اكل يومك يا اختي ولا حاجة وعدم من برحة على لحم بطنك لا وكان يقدر يعمل كده كان زماني كايته طيب اما عدو استريح بقى ما فيش اي حاجة من الحاجات دي كله ودي قاعد خلصينا يا اختي وخلصي كده واخلصي واقولي من الاخر اهل اللي جابك ومغضبك من جوزك النهاردة يا ماما عيد الفلانتاين اه ايه يا اختي الفلانتاينس ده فلانتاين يا ماما عيد الحب اخياني ماشي يا اختي عيد الحب عايزة اه يعني اه اتكلمني يا ماما في التلفون وكل ساونت طيبة يا حبيبتي وكلام حلو من ده يا ماما وهو انا ماشيت العيد من بدر ودتهم لحمتي باتوا عندها النهاردة اخلصي اخلصي يا اسمين وادخلي في الموضوع على طول عبوس ايدك انا عندي ياخت الضغط مرتفع مش ناقص ماما انا هجيلك في الموضوع هي يا ماما بس اصبر علي اللي لقاته يا ماما قاعد كلمني بقى كلام حب وكده قلت بقى خلاص ده داخل علي بقى بالشوكولاتة والشموع والورد الأحمر وهنعمل ليلة حلوة كده ها وبعدين لقاته يا ماما داخل علي في الآخر بكارتون تبيض كارتون تبيض مالس يا سيدي يا حيل وملها كارتون تبيض حد النطيل دلوقت كارتون تبيض ده بقت بالشعل فلانا يا بنتي ماما بابا قولك ايه احكمانا الدم يبغل ولمش طيقة نفسي وهو انت عمت الدحكة كيلوة وتتريع علي امام الياخت اعيزان اعملك ايه انت متخنق مع جوزك عشان بكارتون تبيض أمال يا أختي الناس اللي حولينا العمال يدخلوا مع جوازاتهم عشان نفسوهم في خمس بيضات مش عارفين يجبوهم يعملوا ايه؟ مش عاجبك الكارتونة بحالها جايب هالك والناس عمات تدخلها عشان خمس بيضات يا ماما انت من تشفهم يا ماما النهاردة عد الحب يا ماما وكان مفاوض يدخل علي بحاجة حلوة كده أكل جاهز كده حلو شموع وورد وشوكولاتات وحاجات كده ما عملش أي حاجة خلص يا ماما وجاب لك كارتونة بيض ويقول لك إيش اللي قلنا بقى وقللنا والله العظيم راجل بيفهم جاب حاجة مفيدة في البيت بلا شكراتها بلا ورد بلا لنيلة يختت هتعمل قبل ورد بعد ما يبدل ويبوز بقول لك آه بقى بلاشت تقاليع فرغة كده وكلام فرغ عايشي يخت عايشة أهلك بلاش وجع دماخ بلا عيد الفلانتينز بلا عيد البلانتين آه وزمان يخت مرات أخويا الوقت يخت قاعدة وعمل كل البدع عندها في البيت لكن انا حرام عندي انا عمل اي حاجة وانت مالك انت بامرات أخوك ما تخليك في حالك وخليك في حياتك كل واحد على قده تعالي نطلع يا ماما نقعد معاها شوية فوق وانت عايش تطلعي فوق ليه عشان تحرق دمك وتحرق عصابك عالفاضي عايزة شوفي عامل اي ماما النهاردة هموت وعرف والله ولو طلعنا وشفت حاجة معينك فيها بقى هنعمل اي ساعتها لا 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 مش هبص على حاجة خلص يا ماما وعيدك بكده ماشي تعالي تعالي نطلع نقعد عندها شوية بس اسمعني اكسم بالله لو لقيتك عينك على حاجة هي عاملها فوق وعملت يحريب على خرابها اكسم بالله لديك حدة تقلم على وشك عشان تكمل بداية هو بلاش نطلع فوق عشان ما تحرقش دمك عالفاضي لا لا طبعا يا ماما ده انا اتمنى لهم الخير انت بتتكلمي في ايه ماشي ياختا اللي بتتمنى الخير للناس انت تقوليلي انا عارفاك وحفظاك وخبزاكي تعالي تعايي حماية تفضل تعايي ياسمين تخلي ازايك يا سالي لابس احمر النهاردة عشان الفالنتاينز اللي بيقولوا عليه ده ايه العباية الجميلة انت لابسها ديه احمر اه طب اه حمرتها اوي كده ليه كل حاجة احمر احمر كده حتى التورطاية من عالجنبه احمر والوردة احمر ايه كل الحاجات الحمرة للنهاردة ديه ده كده كتير اول احب اجيبلكوا عصير ولا شاي شايفة شايفة يا ماما عامل ايه جايبه وارده وطرط وانا جايبه بكارتونة بيدي يا ماما اقولك ايه حاكم ده ابني يعني انا عايزاي ينبسط ويفرح بطلي بقى نكهد ونفسانة عليهم وصلى على النبي كده مش عايزين قرقارة كده من اولها بس انت جايبه العباية اللي انت لفسها دي منين ماش حلوة على فكرة لأ ده محمد جوزي هو الجايبهالي زوقه جميل ما شاء الله حلوة ما اجابها الكيش ليه لونها اسود كان هتبقى احلى عليك في ايه يا شيخة فلالله ولا فالك اسود ايه ياختي بعض الشر ياختي تلبيسها اسود لا تلبيس يا بنت احمر حلوة عليك وجميل ربنا خليك يا حماتي وانت عملت ايه بقى يا ياسمين في الفالنتين النهاردة وجوزي الجابلك دي ايه جوزي جابلي شنطة جابلي شنطة شنطة كده مركة يعني غالية بس انا بقى ما احبتش انزل بيها وكده اجزيبي يا اخت اجزيبي احنا طلعين عشان نجزب وناخد سيئات وننزل امام محمد اخويا جابلك ايه جابلي العباية اللي انا لابساها دي وجابلي اموسيين كمان وجابلي شوكولاتتين اللي هي الكوباردول وعلبة مكسرات ما شاء الله ما شاء الله كل الحاجات دي جابها لك عشان العيد اللي انتو بتقولوا عليك ده عيد الحب اه العيد ده يا ماما الناس كلها بتجيب كده للمراتاتها هدايا حلوة وجميلة لكن انا اعرف ناس يا بنتي بيجيبوا للمراتاتهم بيد لا لا مش معقول لا فيش حد بيجيب بيدي يا بنتي في اليوم ده لا والله انا اعرف واحدة صاحبتي جوزها دخل عليها بكاتون بيد ده دراج المسخرة بقى اتحت كده اما جبت لنفسك التهزيق ما تكتم وتسكوتي اجيب لكو عصير بقى شايفة شايفة جوزها جايب لها ايه وانا جوزي جايب لي ايه يا ماما عشان تقوللي بقى ماما تضايقش نفسك ولا تعملي اللي انت عاملا ده شكت بقى ان انا عندي حق حق وسطك انتر اخرى ما تسكوتي بقى وتتلمي بقى ايه يا يلا بنا ننزل انا لا عايزة اشرب عصير ولا عايزة حيانا كنت عايزة اقعد في البيت تحت انت اللي قرفتين في عشت ويلا نطلع يلا نطلع هدنا طلعنا هوا استفدنا ايه خلتيني ياختي طلعت وشلتي الهم ياختي الولاي ياختي جايب لها مكسرات وجايب لها شوكولتات وامصان ايه ده كله عشانا ايه كل الكلام ده كله ايه المصاريف اللي مالهاش لازمة دية ويجي في الاخر اقول لي والنبي يا ماما سالي فين ما تنجن ايه احنا كنت اقعدها في بيتي تحتك في اخير شري انت لازم تطلعنا فوق وانتعال نشوف وتعالي نعمل هدنا ياختي طلعنا وتغمينا يلله ياختي خلينا ننزل بقى ننزل بيت نحسن نعطة بيت نحسن او 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 يلا يالله يا ماما يالله ننزل عشان دمت حلق الصراحة احنا نزلين يا بنتي بقى مش مهم عصير ولا حاجة احنا نزلين سلام طب استنوا انا بصب العصير خلاص اهو اه ياني يا رجلياني ما عدتش قادر نطلع وننزل على سلالي انا اقل اللي طلعني بقولك اهي ياختي المشانتوتك ياختي اللي انت جايبها دي بقى وروح بيتك يلا يلا روح بيتك اروح بيتي بعد اللي انا شفته فوق دوت والجوز جايبهولي بقولك اه مام احنا لازم نبوز عليهم اللي احتفال لهم يعملوا ده او مال يعني هم يحتفلوا وينبسطهم وانا افضل كده متعاكنينة انت هابلة يا بنتي انت عايزيني عاكن على ابني في يومي يبقى مبسوط فيه اقوم انا عاكن عليه عشان ايه عشان جوزك ياختي جابلك بيد ما هو انت شكل كده ما جيش اللي باده هو انت شكله شوكولاتات ولا مكسرات ولا حاجات حلوة من ديت اسمعي مني بس اعملي نفسك بس شعبانة كده ولا اي حاجة وهو انا بتصر عليه وبوصلهم الليل صدق بالله انت جوزك ارتاح ارتاح منك ومن قرفك هو انا اللي قعتي فيك ياختك وهو يا بنتي على بيتك انا مش طيقاتي يلا امشي يا بيت امشي اه ما هو ناس تفرح كده وتاكل شكلاتة وناس تاكل باد